أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً ذلك أعتباراً من أول يونيو القادم وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء ناقش منظومة الخبز المدعم الذي لم يتم تحريكها منذ أكثر من 30 عاماً موضحاً أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع وتبيعه الدولة بخمسة قرش لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 سنة منذ أكثر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع على مدارة 30 سنة سعر الخبز تضاعف لا أريد أن أقول كم مرة، يمكن عشرات المرات أو عدة مرات منذ وقت ما كان من أكثر من 30 سنة كان سعره قدئيه على الدولة والنهاردة وصل لسعره قدئيه وبالتالي هذا الكلام حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جداً وبالتالي كان كل هدفنا أننا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة وزي ما شرحت الحقيقة لحضراتكم ويمكن معالي الوزير حيشرح بالتفصيل بعد ما أتكلم تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو جنيه وربع جنيه وربع وبيتباع النهاردة بخمس قروش وبالتالي الدولة بتتحمل 120 قرش على الرغيف الواحد فالرقم ده مع متوسط في حدود المئة مليار رغيف في السنة بنتكلم أكثر من 125 مليار أو 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز فكان لازم النهاردة أن يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برافع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتباراً من بداية الشهر معنى هذا الكلام لما نطرح من الجنيه وربع العشرين قرش ما زالت الدولة بتدعم 105 قرش للرغيف عشان يبقى الأمور واضحة لكل الناس ما زال حيبقى حجم الدعم اللي موجود حيبقى حوالي في حدود 105 مليار جنيه